السلام عليكم يا اخواتي الغاليات ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله احمد لكم واحد الحاجة جديدة جديدة مصرات شو اللي هي فطائر المقلات بالعجين السائل اول مرة في اليوتيوب حتشوفوا هاد الوصفة حاجة بنينة بزاف وسهلة يعني هني تكمل العجين من الامتظار من كل شي رح تديرهم فيت فيت ديروا الحشو وتعكوتوا بداية طيبية يعني سير بلاس لكن قبل ما ابدأوا اخواتي لأول مرة تشوف قناتي تشتركوا تفعل جرس باش وصلها دائما جديد القناة وما تب اخلوش عليها بالضغط على زر اللايك بشي يطلع الفيديو تاعي ويوصل اكبر عدد ممكن من الناس هاد الوصفة هي البنات رح تهنيكم تهنيكم من العجين وتهنيكم من الانتظار رح تديروا العجين تاعكم ثم 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 وتبدأوا تطيبه ثم 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 يعني خمسة دقيقة تبدأوا تطيبه ما يطلع ما فيه لخميرة لحتشي ذوق تشوفوا معايا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأوا بالحشو وتعنا عندي هنا ثلاث حبات بصالية البنات يكونوا مطمسطين يعني انا درت لكم الحشو اللي كما نقول احنا كفاني العائلة تعيحنا عائلة كبيرة ما شاء الله يعني وكفاني هذا الحشو اه درت لات حبات بصالوا درت لكم بالعاني تقطيع عن تاع الخضار يعني انكم كي تقطعوهم خير من اللي ترحيوهم في هاد الوصفة قطعوا البصال هكا بطريقة هذي يعني بشكل مستطول وتزيدوا التماطم يعني ماذا بلكم تنحو لها القشرة عبشي يعني لكن عندك اطفال على الاقل يأكلو لك لخطر اطفال ما يشتوش بزاف القشور هذو تاع تماطم والاخر في الحشوات انا ملفكين ارابيها يعني اوتوماتيك مو هي تنحل هالجه وحده يعني كينا رابي تبقى القشرة وحدها زيت قطع ثاني ثوم يعني درت لفت صوس تعثوم تماطم راني درت حبه ونص يعني كما راكم تشوفو فيه هم رام كبار قدي كما شفتههم يعني كبار يعني حبات كبار ديروا لكان صغار ديروا زوج حبات هاكا ودرت ست فصوص تعثوم جات بنينة بنينة يعني ككثرت فيها ثوم جات هائلة ودرت قرن واحد تعلف الفلفل الحار اذا تحبو الحار زودو اذا ما تحبوش الحار ما مباشرة للمرمية نضيف البصلة مع الفلفل نقليف البصلة والفلفل مع بعضهم هذه الحشوة بنينا كثيرا كما تعود تأكل في هذا الفتائر تشعروا في لازانيا وتقدروا ترام بلاسي والفيونداشي ببجاج تقدروا تشكشوكة وحدة كابلة لحوم قمت بنينا كثيرا وقليتها من دقيقتين حتى نلوح لها 300 قرام فيونداشي اكتسب هذا اللون على خطرية بشيء قمت بشيء للم افضايه لتسهج حاولي نصف ملعقة كبيرة و اكثر شوية من نصف ملعقة مهم يعني حسب وش تحبوها حمراء بزاف تحبوها على خور ما تكثروش بش مجيكم شقار صبر ونخليها تقلم لي حذات جنسة يعني لهذه النكهات كامل وتمتزج النكهات وشوهو متخلوش فيها الماء بزاف يعني حاولوا تقلوها مليح مليح حتى نتنشف شوية من الماء شوفو كفه جات ونفوتو مباشرة للعجين تعنا لي هو عاجين يعني سائل احجيكم سهل جدا بلا عجين بلا خميرة سيجبكم بزاف برب ان شاء الله عندنا هناك كأسين ونصف من الماء الماء ماهو دافي مولو بدرجة حارط الغرفة يعني ماهو عادي من البيدون جبته وفرات عندي زوج كؤوس ونصف مايو عادل حوالي هكاك 500 ميليليتر ولا خمسمية وعشرين هكاك ونفس الكاس اللي قيستو به الماء تقيسو نفس العبر تاع الفارينة انا هدرت زوج كؤوس ونصف منتاع الماء زوج كؤوس ونصف منتاع الفارينة هكا عندنا ملعقة صغيرة مهش مع مرامليح نتاع الملح عندنا ثلاث ملاعق من الزيت تقدروا تديرو حتزوج ملاعق بك من الزيت نديرو الزيت على جل بش ما تجيش هكا كمتاعفوا يعني الفارينة كي تعود طيب هكا بلا زيت يعني تعود تتكسل تعود متاعطية هكا نديرو الزيت على جل هذاك المط بركتا على انتال عجينة ونخلطو كل شي مع بعضا حبيت ندلكم غير بالفوية بش من اللي ما عندهاش بلندر ولا اللي ما عندهاش بلندر ولا اللي ما عندهاش بلندر بصحراني خلط مليح مليح يعني بتا حاولي دقيقة ولا دقيقتين وانا نخلط فيه باش تمتازج مليح هذك المكونات لازم تخلطو مليح اذا بالفوية هكا يعني خلطها مليح 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 وتحصلوا العجين ثقيل هكا شوية يشبه في التاع الكرب وهو ثقيل شوي على التاع الكرب ونروحوا مباشرة يعني نخليوا العجينة ما بين مسخنة المقلة هكا كخمس دقائق بركتر ترتاح خمس دقائق ونبدأوا نبريبارو فالفلفطة ارتعنا ندروها هكا كل كرب يعني حاولوا يعني ايال بنا تشوفوا اناي النصيحة اللي مدهلكم في هاذ الفطائر ديروهم صغار لكان ديرهم كبارها كم تحصلوا يعني كنت جربت واحدة كبيرة على قد المقلات كاملة درتها شغول هكا واحدة كبيرة عفوان درت العجين بززاف ودرتها كبيرة هكا ومبعد حصلت في تقلبها لخطر هي تجي شوية طرية من الاحسن ديروهم صغار ما ديروهمش كبارهم بعد قولوا لي مش ناجحين ولا ما قدرناش نقلبوهم ديرو كما درت انا هكا صغار وتقدروا تحكموا فيهم تقدروا تقلبوهم كما تحبوا والطريقة ري واضحة امامكم ذو كنزيد نعود نشرح لكم يعني دو زيان فوا كندرت لكم يعني زوجها كبش تشوفوا يعني مليح طريقة وخلاص يعني هوا واضح كيفاش هما يديوا الوقت فى الطياب ولازمكم يعني يديروا النار شوية عالية يمتكونش يعني ناقصة ومتكونش متوسطة شوية كثير من متوسطة باهيتوا بولكم هما يديوا شوية الوقت فى الطياب يباني لكم راهم فيسة انا نحيا لقطات باش ميجيكمش الفيديو طويل وانا بعد نمل كيكون فيديو طويل باززاف انا نمل ونقولي نهضر باززاف فى الفيديو ونتعب على بيها منشتيش الفيديوهات الطوى شوفوا يالبنا تديروا هنا يالا الفاطئر تاكم هاكم درتوا حبة كما هكا ديروها صغيرة اقولي لكم ش تحكموا فيها وبعد تحكموا تقلبوها مرة واحدة فقط بعد ما تقلبوها مرة واحدة تحطوا الحشو تاكم في نصف واحد ونصف الاخر تخليوه فارغ وبعد ديروا الفرماج تاكم درت هنا فرماج رابي تخيروا يعني نوعية المليح اللي يذوب باش يجيكم بنين يعني وكل شي ومبعد يعني تبدو تطيبوها هاكتب من جهة هذي تقلبوها للجهة الاخرى فقط وشي هو قتلكم في اللول ماذا بيكم كيت تحبوا تحطوا العجينة في المقلات تنقصوا شوي لنار ومبعد كيتفوت يعني تقلبوها المرة الاولى وبركو تحشيوها عاودوا وزودوا لنار يعني يعليو شوية النار بشي طيب لكم فساح هي الطوى شوية فى الطياب وتحصلوا على فطائر ما شاء الله يهبلوا يهبلوا بلا ما تعجني بلا ما تدري لخميرة على ساعة نكونوا حاصلين هكا ما منحبوه ندروا حاجين نلقوا ابسط الاشياء ما كانش فدع بار اكزامبل فضلت لك الخميرة فضلت لك هكا يعني ما عندكش الوقت بش تعجني يعني دائما هكا يصراونا هذ الحوادث ونكملوهم كامل بنفس الطريقة تحصلوا على فطائر ما شاء الله بنام بزاف وسهلين والقوامتهم يجي طري هكا شغول كيمان محاجب يجيوا بنام بزاف يا البنات غير جربوهم ولا ما تندموا عليهم نشاء الله يعجبوكم هذ الفطائر وتصيوهم ما تنسوش تدعموني بتعليقاتكم الجميلة وباعجاباتكم ما راني نعاني بزاف يعني من هذ القصة نتاع الاعجابات ما فهمتش يعني دائما نلقى للمشاهدة الفين ثلاث الافكا ونلقى الاعجابات ميتين ثلاث مية ما فهمتش ماذا بيتفعلوا معايا بش يطلعوا فيديواتي والسلام